فتوح السؤال اللي بسأله كل يوم تقريبا هيجدل للنادي الزمالك هيتم العفو عنه هو والسنائي الآخر محمد شبح المصطفى الزينالي ولا الموقف ايه بالنسبة للت تعرف ان فتوح بيسخن بس يعني ايه بيسخن بس يعني بيسخن بس هقول لك انا ادارة زمالك اعلنت ان قرار مشاركة فتوح في المباريات كابتن معتمد جمال قال يا جماعة انا هسأل الادارة على موقف الثلاثة التلاتة دروع عندهم عقوبة من ادارة النادي بيقفهم شهر ادارة النادي اعلنت ان العقوبة انتهت وبالتالي الامر الفني في يد معتمد جمال ويد جهازه يعني كابتن معتمد وجهازه فتوح وصبحي والزناري بيعملوا ايه بقالهم ثلاثة يام في تدريبات الزمالك هم بيسخنوا فقط يعني بيشتغلوا مع الفرقة في التمرين الجماعي في الجزء عارف وكريم اللي هو بتاعة التسخين والاعمال اللي في البداية ده بس تأسيمات بقى وكلام اول ما تبتدي بقى الشغل الفني والتأسيمات الفرقة بتشتغل على نص ملعب فتوح وصبحي والزناري ليهم برنامج مع مخطط الأحمال كابتن علاء هم بيشتغلوا معاه وفقا لبرنامج وضعه الكابتن معتمد هو اللي تقال للعيبة يعني ان ده انتوا بقالكم فترة بعاد جدا عن المشاركة فاحنا هنجهزكم من خلال برنامج بس ده عارف انت شياكة شويفت لا مش ياكة هو عشان زمالك هتجنب فكرة اي شكاوى من اللعيبة ممكن يعملوها التلاتة فتاسمك بتنزلي التدريبات بس انت ببتتدربش معاه الله ينور عليك يعني هو ده جزء بالموضوع برضو يعني ده معناه معناه من كلامك انه فكرة انه تشارك في المبراد ده مش موجود جدد تشارك اه حلوة ده كهندل فتوح بس الزناري اصلا كده كده عقده نكمل يعني مش عقده هينتيه فتوح وصبح لا وسأصد الزناري ممكن يتبع خضاء يعني الزناري هو اللي ممكن ما يديه اه فيش مشاكل فيه يعني لا كلام على فتوح وصبح واخد بالك هو صبحي مثلا ممكن يشتغل مع حراس المرمى مع كابتن وعب منصف مع مع معاذ مع عواد مع عبد الرحمن فممكن يشتغل مع الحراس الموجودين ولكن العقوبة على الثلاثة فهتكمل على الثلاثة يعني الزناري داخل في الموضوع مش موضوع اصلا لان كده كده عقده نكمل لكن صبحي وفتوح هم هدفه من هم يشاركه عشان يبقوا موجودين مع المنتخد في كاس الامم فانت مجددتش للنادي فالنادي يعني مش هيديك بقى الفرص والامتيازات ان انت تبقى جاهز مش تبقى جاهز يعني انا جاهزك مش هجهزه لحد تاني صح بالزبط كده ودي صحيح مليون في المية فبالتالي انا عايز اقولك ان كمان فتوح نزل كمان من مطلباته ان هو رجع تاني قال انا اخد مقدم عقد خمسة مليون جنيه اه خمسة وثلاثين مليون جنيه ااسف خمسة مليون جنيه دي كانت تدفع على طوح كان الوقت اه خمسة وثلاثين مليون جنيه ولكن زى مالك شايف ان هو طلبات مغالى فيها اه لازم فتوح يجدد بدون شروط على النادي لو حابب يبقى موجود ان هو يسيب الموضوع كل الادارة يمضي عقدة على بيض والادارة تقدره وفقا للموجود داخل الفريق ولكن التلاتة زى ما بقولك بينزروا التمرينة التسخين الاحماء مفيش شغل فن عظيم